اشتركوا في القناة منا نصحا وحكاية تغدو ذريل وقرار شاهد واسأل لا تحتار معكم دوما مستشار مستشار في برنامجنا هذا سوف نتطرق إلى أفضل الطرق لشراء وبيع العقارات الأساليب الفعالة للاستثمار العقاري صناعة الفرص العقارية وطرق اختيارها وغيرها من الخطوات والطرق الفعالة في هذا المجال حياكم الله بالحلقة الأولى والتي سنتكلم فيها عن أفضل الطرق لشراء المنزل المنزل هو البيت المستقل وهو المكان الأساسي للمأوى والسكن والمنزل نتملكه بطريقتين إما بشراء أرض ثم البناء عليها أو بشراء منزل جاهز من الغير وفي كل الحالتين يجب حسن اختيار الموقع وهذا الأمر في غاية الأهمية الأمر الأول في حال شراء الأرض للبناء عليها يجب مراعاة الأمور التالية أولا تحديد المنطقة الجيدة ويفضل اختيار المناطق الحديثة والأكثر تنظيما ثانيا تحديد المساحة المطلوبة للبناء ثالثا معرفة خصائص التربة للموقع لأن التربة الجيدة وغير الرطبة لها دور كبير في الحفاظ على أساسات المنزل ومنع تهالك الجدران وهبوط الأرضيات مستقبلا وقد نلاحظ وجود هذه المشاكل لدى كثير من المنازل التي لم تراعي هذا الأمر رابعا مراعاة التوجيه الجيد لحركة الشمس واتجاهات الرياح ويفضل توجيه المبنى لمواجهة الرياح الشتوية الباردة أو الحاملة للأتربة خامسا التأكد من سلامة الوضع القانوني للأرض التي قمنا باختيارها عبر مراجعة الجهات المختصة لتجنب المشاكل التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل الباع سادسا معرفة نظام البناء في المنطقة والارتفاعات المسموحة ونسبتها على قطعة الأرض ويمكن معرفة ذلك من خلال الاطلاع على بيان التخطيط العمراني الصادر من الجهات المختصة سابعا يجب مراعاة توفر الخدمات الضرورية في المنطقة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية ثامنا مراعاة سهولة الوصول إلى المنطقة كن مستعدا للفرصة فالمنزل ذو المواصفات الجيدة والسعر المناسب لا يبقى طويلا وفي ركود السوق والأزمات المختلفة تتوفر الكثير من الفرص الرائعة الأمر الثاني في حال شراء البيت الجاهز والذي يعد شراءه من أكبر الاستثمارات لأغلب الناس ننصحك بالتالي أولا حدد احتياجاتك بالمنزل كمساحة الأرض والحديقة وتفاصيل المنزل إلى آخره ثانيا حدد مبلغ الشراء المتوفر لديك وقم باستشارة خبير عقاري فإذا كان المبلغ المتوفر لديك لا يكفي فإن الوسفة العقاري قد يدلك على حلول مرضية إما بشراء منزل يناسب المبلغ المتوفر لديك أو بخطة تمويلية من أحد الجهات ثالثا حدد الأحياء التي ترقب بالشراء فيها رابعا عند زيارتك المنزل المعروض للبيع لا تهتم بمظهره الخارجي بأنه غير نظيف أو تنقصه الصيانة أو عيوب معينة في الأصباق أو الديكور وغير ذلك ولكن انظر إلى البيت من حيث المواصفات العامة وأيضا السعر فيمكن أن يكون الفرصة التي تبحث عنها وبقليل من الجهد والمال تجعل منه بيتا جميلا ورائعا خامسا تأكد من عدم وجود عوامل إزعاج في المنطقة مثل الأصوات المزعجة للمعامل والورش والذيران المزعجون وكذلك الروائح الكريهة بسبب المجاري أو وجود مستنقع مياه في الجوار وجود الأحياء العشوائية وغير المنظمة والتي لم يتم تخطيطها بطريقة صحيحة أو المناطق التي تشكل خليطة من المنشآت السكنية والتجارية وحتى الصناعية لا تزال موجودة في كثير من الدول حتى يومنا هذا وقد نجد بنايات أو حتى أبراج شاهقة في الجوار بلل ومنازل سكنية محيطة بها بل ومطلة عليها وهذا الأمر مؤذي للغاية لأصحاب هذه المنازل السكنية قد يضطر بعض هؤلاء إلى بيع منازلهم والذهاب إلى مناطق أخرى أكثر تنظيما طبعا هذا الأمر غير موجود في الإمارات على الإطلاق لوجود قوانين متقدمة وصالمة للغاية كما أن الإمارات ومنذ تأسيسها من أوائل الدول على مستوى العالم في جمال التخطيط العمراني والحضري وكذلك في استخدام أحدث الطرق والأساليب لهذا الأمر ومنها الأقمار الصناعية أتمنى أن تكونوا قد استبتتم من هذه الحلقة وخلكم معنا في الحلقة القادمة واللي راح نتكلم بها عن أفضل الطرق لشراء المنزل في إطار الملكية المشتركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة